يعني طبعا ده يمكن المطور العقاري او الجمهورية الجديدة الناس اللي عادت تقول الجمهورية الجديدة لا ده المطور العقاري بيقولك بدل ما توعد طبعا هنا فتح الله لا يقصد احد بعينه وبيتكلم على اساس ما قبله وما بعد طيب خلي باش مانس احمد معانا برضو من امريكا ويريت ندخلوا نعمل اندو للشاشة وعشان يبقى مشارك معانا هذا الحوار بس انا بقى انت حيرتني معاك تمام يعني حيرتني يعني انت النهاردة انا لهاد يعني انا بصحك انا يعني انا عندي ناس في الاعداد خرجين بيزنس وبتاع بس عاد ما نقرأ فعادنا هما ينقول ما شاء الله يعني نمسك الخشب والمكان هنا كله خشب يعني نقول واخده حضرتك من فروم جولدن يونيفرسيتي سان فرانسيسكو واخده فيه اربعة وتسعين تمام تمام ما شاء الله عليك يعني وكمان واخد البي اسي والبي اسي دي على فكرة مش يمكن مش ناس كتير واخدنا في مصر في سنة تسعة وتمانين واخدها برضو من الولايات التحدة الامريكية تقريبا يعني بقى يعني هنقول بقى حاجة كتير جدا تمام فكرة هنا بقى اللي السؤال اللي عايزة اسأله الاستعانة شركات القطاع الخاص اللي احنا هنقعد حركة نحاق برضو زي ما احنا عايزين نوضح برضو للسادة المشاهدين انا معايا المهند الشهاب العرابي هو الرئيس التنفيذي والعضر المنتدب للتطوير في شركة حسن علام ايه هي شركة حسن علام؟ شركة حسن علام ليست هي شركة المقاولات المصرية حسن علام التي تتبع وزارة الاسكان ولها كامل التقدير والاحترام لكن حسن علام احنا بنقول شركة قطاع خاص وانما ما شاء الله تخش دوقتي عند مزمير وتلاقي حسن علام عند الكبر اكتوبة تلاقي حسن علام فوق عربيتك تلاقي حسن علام ايه حكاية حسن علام ويه حكاية شهاب العربي وانت كنت في شركة برضو اعتقد برضو شركة كبيرة جدا انتقلت فكرة التطوير هل الشركات الخاصة في الجمهورية الجديدة بتحتمي فكرة التطوير والأول قلنا ايه السي سي دي عشان بسط الناس تبقى عارفة ثم نشرف بيه حديث حضرتك ومعنا طبعا سمعنا الآن المهندس أحمد عبدالله والزحمن عبدالله منا الوقت المتحدة الأمريكية أهلا وسهلا فضل فضل وإحنا عايزين نتكلم على التطوير العقاري التطوير العقاري زي ما فاتح الله بي قال ابتدى من زمان جدا وطبعا هو رائد في المجال وهي ابتدت شركات قليلة جدا في مصر اللي هي بتهتم بالتطوير الفكرة كلها ان انا كمطور أفريق ايه عن مقاول بنا عمرات وباعها ده برضو فكرة قديم وفي دول لسه لحد دلوقتي ما عملوش النقلة ان شركة المقاولات هي اللي بتبني المشروع وان في مطور المطور بيرفع قيمة المكان هو مش بس لنفسه كشركة استثمار وليها هامش ربح هي كمان اللي جي يشتري وحدة بنية تحتها مصبوط بنية تحتها مصبوط وبعدين بترفع قيمة الوحدة مش لي انا مطور انا بعتها للعميل فالعميل نفسه قيمة الوحدة بتاعته بتزيد برضو لما بنشتغل على ان احنا بندرس ازاي نضيف عناصر المجتمع كلها في منطقة واحدة فما ببقيتش ابوص انها شقة في عمارة لأ انا ببوص دي وحدة في مجتمع متكامل نموزك في خدمات في عيادات في مدارس في كليات في مول في محلات في كل الخدمات اللي انا اتمناها في مكان واحد